كرود المندريل تعتبر أقوى أنواع الكرود الحالية وده راجع إلى حجمها وقوة العضوات وطبعا الأسنان الحادة القوية وفي الحقيقة هما مش هدفهم في القتال هو الأتل هما بيلجأوا للقتال لما بيحسوا بالخطر على العكس كائنات كتيرة ممكن تحس بالخطر وتهرب لكن اللي بيمايز كرود المندريل هي الشجاعة وعدم الخوف من المفترسات ولو حسد بغدر اتجاه البني أدمين ممكن تقتلهم عادي على الناحية التانية كرود داينو بيثيكس المنقرد كان بيتفوق في الحجم بفرق مش كبير وأسنانه كانت أكبر وبيلجأ للقتال بهدف الأكل على العكس المندريل يعني خبرته في القتال أحسن وعضلاته كانت أقوى يعني من الآخر هو بيتفوق في قوة العضة والبنية الجسدية والشخصية القتالية فبالتالي هو اللي يفوس في المواجهة لو واحد لواحد لكن لو مثلا مجموعة من المندريل اللي بيتكونوا من 4-5 أفراد ففي الحالة دي ممكن يغلبوا داينو بيثيكس لأن الهجمات هتكون من كذا ناحية ومش هيكونوا خايفين وهم بيوجه